نروح لدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية واللي معانا عبر سكايب عشان نعرف منه آخر التطورات يا دكتور أمجد مساء الخير على حضرتك وسعادة تكون أو نكون مع حضرتك تاني النهاردة وأسفين للتأخير على حضرتك أهلا وسهلا أهلا بك شايف حضرتك إزاي التعامل المصري عشان طبعا ده بيهم شأن مصري يهم الناس إنها تطمن منظمة الصحة العالمية شايفة إزاي الإجراءات وقابل الإجراءات الشفافية اللي بتتعامل بيها الدولة المصرية مع هذا الخطر والوباء العالمي وفي البداية فيه اتفاقية مقربة من أبيض نظام الصحة العالمية ودمية الدولة الأعضاء تتعامل لوايح الدولة الصحية هذه اللوايح تترضى دمية الدولة الأعضاء بالشفافية والإبلاع عن كل الحالة التي قد تفزد خطورة أو خلق الصحة عمومية تقضي لقصة حدود تريد وبالتالي مصر كعضو المصرية هي مبتزمة في هذا الاتفافات منذ اكتشاف الفيروس وعندما قبل هذا يعني نرجع بالتاريخ منذ أسين تفعى لما حصلت تتشير الجائحة في التلواندة المتفعى مجموع في التلواندة الخناديس في هذا الوقت ومدر هذا التاريخ وهي منظوم الصحة العالمية المكتب القطبي القاهرة مع وزارة الصحة بيعملوا بشكل داغوب للاستعداد للجائحة القادمة بالمجرد العلم أنه مستضل القطبي الجائحة القادمة ده أمر العلم يثبته في الزمان أنه كل فضلا لازم فيروس انفرازة بها من الجائحة وبالتالي الكثير من الإبناءات تمت تدخل كل مصر العربية لبناء كثير من الأسكتراف بالتصل اللي جادت في كلال السنوات الأخيرة القضاء دي تنسترد في مهاكل التراصل أعباط التنفسية مختبرات تراخل إجابة سريعة منافس الخول بالإضافة إلى قدرات الخاصة في الراحة الحية يعني حالك شايف أن مصر تمتلك القدرة وتمتلك النهاو يعني أو الإمكانات اللي تخليها تكون يعني جهزة للكشف عن أي حاجة تحصل في مسألة العدوى بالفيروس أكيد مصر تمتلك كل القدرات لها مثل أي دولة في العالم منطقة أذكر أي اسم دولة مصر ديها هذا القدرة عزيم القدرة لا تقل بالعجل تتفاوض في حاجات كثيرة من الاختبار مغز بيها مصر أكيدا في الدول الأخرى ما مغزتش بيها هذه التجارب حسبت فلنظر الطيور المصرية المزيد من الاختبار مجال الشكافية معالي الوزيلة أوضحت وده بصدت ومعلن صحيح أنه الدول الملدمات لفهم الجانب القانوني والتوفيق الاتفاقية لعقوة القانون بالإضافة إلى الجانب الاحتياجي الجانب المنفع دكتور أنا هستأذنك نتوقف عند النقطة دي تحديدا مهم جدا أن نحن نوضح التعاون اللي حضرتك بتتحدث عنه ده لسه كنا نتكلم وإحنا بنستعرض الموقف في مصر بشأن الإعلان عن إصابات أو وجود حالات تعرضت لكورونا لقدر الله المتابعة من قبل منظمة الصحة العالمية ممكن أخذ فكرة أوضح وأوسع من حضرتك للمشاهد الكريم إزاي في تنسيق ما بين مصر وما بين طبعا القضية مش خاصة فقط بوزارة الصحة هي قضية قومية وما بين المنظمة منظمة الصحة العالمية في مكتب كطري في كمهورية الصحة العالمية ده بيعمل بشكل يومي ونصيف مع الوزارة بمجرد ما بيتمت اصبار عن أي حتى لو شائعة أي بيتمت اصبار منظمة الصحة العالمية حتى لو شائعة حتى لو شائعة تمام بيجي سواء اكتشف هذه الشائعة منظمة الصحة العالمية أو ورد الصحة بيتمت تعاملوا ما بينهم ليظهار اه دراسة هذه الشائعة وتأكدها أولى فيها بطبع اه بمثلال أدوات قياسية تضاحها منظمة الصحة العالمية بيتمتعكل من اتباعها والصدق اه كما عشرته في بداية الحلقة من قد وكما عشرت عائل رزيرة انه وجود حالة لا يعيد عيدا وانه بكرة لو ضاعت حالة في مصر ودوارات مصر دولة منطلحة في كثير من سياح من دولة العالمية في مصر في مصر في دولة وجود حالة لا يعيد أي دولة على الإطلاق المهم هي قدر الدولة على اكتشاف الحالات بنشكر حريك شكرا جزيلا يا دكتور أمجد على وجود حضرتك معانا الحقيقة وبنحب نعرف دايما المعلومة من مصدرها يعني عشان حضرتكو تطمنوا مسؤول في منظمة صحة العالمية بنفسه بيطلع بيقول لحضرتكو النظام أو تقييم المنظمة اللي ما بتجملش حد بالمناسبة تقييم المنظمة إيه للإجراءات اللي بتتخذ في مصر فالحمد لله فضل من ربنا ونعمة وربنا يا رب يتكملها كده إيه بالساتر الحقيقة وواضح من كلامه إن فيه متابعة وفيه تعامل وتنسيق وتعاون وكل حاجة ما بين مصر وما بين المنظمة الدكتور قال إنه حتى لو إشاعة بيتم التعامل معها على الفور ترجمة نانسي قنقر